بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و به نستعين و صلاة و سلام على الهاد الأمين و المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه و على آله أفضل الصلاة و تم التسليم أما بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا بكم أيها الأبطال في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية للصف الثاني التأهيل الفصل الدراسي الأول بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم هو سورة الغاشية إن شاء الله تعالى سنقوم بتلاوة سورة الغاشية من الآية رقم أربعة و حتى الآية رقم خمسة و أسعد بتواجدي من خلالي معكم الأساس محمد بن أحمد الناصر تعليماتها ما لدينا في البداية يجب علينا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي و أدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له ستحصل على نجمة عند كل تكرار مع المعلم إذن يا أبطال من المهم جدا أن يكون كتابي بجانبي أن أكون بعيد عن كل ما يشغلني عن الدرس كذلك من أولياء الأمور و المعلمين إبعاد جميع و المشتتات عن الطالب سواء ألعاب سواء مشاهدة تلفاز مشاهدة أيباد جوال الأهم إبعاد أي مشتتات يكون بجانب الطالب يجب أن يكون الكتاب كذلك بجانبي حتى أستطيع التعلم و جاهز الكتاب حتى أستطيع التعلم و بالإمكان كذلك أن يكون لدي المصحف و لكن يجب القرآن الكريم يجب علي قبل أن أقوم بلمس القرآن الكريم أن أكون متوضئا يا بطل يجب أن أتوضأ قبل أن أقوم بلمس القرآن الكريم تأكد أن الكتاب الذي لديك هو كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد و برامج التربية الفكرية الصف الثاني التأهيلي الفصول الدراسية الثلاث صفحة الدرس أدينا هي الصفحة رقم عشرة الصفحة رقم عشرة مهم جدا أن ننتبه لأن صفحة الدرس التي سنقوم بشرحها هي الصفحة رقم عشرة في الكتاب لدي من خلال أن سأستطيع متابعة الدرس بشكل صحيح يتوقع منك عزيز الطالب بعد هذا الدرس أن تعرف اسم السورة بشكل صحيح تكرر الآيات خلف المعلم بشكل صحيح تنطق آيات سورة الغاشية من أربعة إلى خمسة بشكل صحيح تفهم معاني الآيات بالشكل الصحيح و كذلك تحفظ سورة الغاشية من أربعة إلى خمسة بشكل صحيح إذن بإذن الله تعالى من خلال هذا الدرس يجب أن نتذكر دائما و نعرف اسم السورة هي سورة الغاشية ثم أكرر الآيات مع المعلم بالشكل الصحيح بعد أن أكرر سأستطيع نطق هذه الآيات أن أنطق هذه الآيات بالشكل الصحيح من الآية رقم أربعة إلى الآية رقم خمسة في سورة الغاشية ثم نفهم معاني الآيات في الأخير نحفظ هذه الآيات مهم جدا في الأخير أن نحفظ هذه الخطوات إذا استطاع الطالب إتقان أي واحدة منها فهو بركة يعني الأهم الأفضل لدي أن يصل إلى أن يحفظ ولكن إذا لم يستطع إلا فقط إلى تكرار معرفة نطق هذه الآيات كذلك ممتاز ولكن نسعى دائما لأفضل و أن يقوم بإتقان هذه الخطوات كاملة من معرفة ثلاوة و تكرار و نطل هذه الآيات ثم بالأخير حفظ هذه الآيات و فهم معانيها السلوكيات والأخلاق يا بطل لا تنسى الإخلاص و نقصد بالإخلاص أن تقصد باستماع القرآن الكريم و وجه الله تعالى يعني أقرأ القرآن الكريم لمحبتي لله سبحانه و تعالى و أن يرضى عني ثانيا حسن الاستماع و الإنصات لتلاوة القرآن الكريم ثالثا تعظيم القرآن الكريم و أنه كلام الله العليم الخبير في الكتاب لديك في الصفحة رقم عشرة في الصفحة رقم عشرة يا بطال لا ننسى الدرس الأول لدينا سورة الغاشة الجزء الأول من آية رقم واحد إلى عشرة بإمكان تصوير هذا البركود و سيتوجه به إلى رابط الدرس الرقمي مباشرة الاستعاذة و البسملة عند قراءة القرآن الكريم مهم جدا يا أبطال الاستعاذة و البسملة ما الذي نقصد فيه؟ الاستعاذة عندما أريد أن أقرأ القرآن الكريم فأني أبدأ بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطلب العون من الله سبحانه و تعالى أن يبعد عني كل ما يشغلني من الشيطان الرجيم و بعد ذلك البسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنت في أول السورة التي أقوم بحفظها النشاط الأول لدينا أقرأ سورة الغاشية لا تنسونا يا أبطال هي سورة الغاشية بالإمكان كذلك يا أبطال إذا كنت تريد التلاوة من القرآن الكريم و التلاوة من المصحف مباشرة يجب عليك أن تكون متوضعا من المهم جدا عندما أريد القراءة من القرآن الكريم أن أكون متوضعا و لا ألمس القرآن الكريم إلا عندما أكون على طهارة يا أبطال مهم جدا أن لا نلمس القرآن الكريم إلا عندما نكون متوضعين لأنه كلام الله سبحانه و تعالى الآن يا أبطال هنا لدينا كما ذكرنا في دروسنا السابقة لدينا ثلاثة نجوم هل تستطيع تلوين هذه النجوم الثلاث؟ كيف أستطيع تلوين هذه النجوم الثلاثة يا أبطال؟ من خلال التكرار مع المعلم هل تستطيع تلوينها يا أبطال؟ أحسنت رائع بإذن الله تستطيع و يكون من خلال التكرار للآيات عندما نقرأها إذن لنقرأها سويا يا أبطال سورة الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصلى ناراً حامية تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية أحسنتم يا أبطال الآن حصلنا على النجمة الأولى عندما قمنا بالتكرار لنقم بتلاوتها مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية أحسنتم يا أبطال الآن قمنا بتلوين نجمة لدينا والآن تبقى فقط تكرار لمرة واحدة يا أبطال لنصبر قليلاً ونقوم بتكرار للمرة الثالثة حتى نستطيع تلوين النجمة الثالثة التي لدينا من خلال التكرار مع المعلم عندما يقرأ هذه الآيات يا أبطال مستعدين؟ جاهز رائع؟ وانت كذلك لنبدأ إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية أحسنتم يا أبطال الآن قمنا بتلاوة هذه الآيات ثلاث مرات وتكرارها وإتقانها إن شاء الله تعالى بعد ذلك تقومون بتكرار هذه الآيات حتى تستطيعون حفظها وإتقانها في البداية نكرر هذه الآيات ثم سنقوم بربط هذه الآيات التي حفظناها من سورة الغاشية مع ما حفظناه في الدروس السابقة حتى نستطيع ربط هذه السورة ومعرفة قراءتها كاملة قراءة مسترسلة يعني نقر هذه السورة بسرعة يا بطل أستطيع قراءتها بسرعة سواء من المصحف مباشر عند تلاوتها أو كذلك أستطيع حفظها هيا لنكررها سوياً يا بطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حاميا تسقى من عين آنيا أحسنتم يا أبطال عدد آيات سورة الغاشية يا أبطال هي 26 آية لا ننسى عدد آيات سورة الغاشية هي 26 آية سنقوم بحفظها إن شاء الله تعالى كاملة ولكن نبدأ بالخطوات من الآية الأولى حتى الثالثة ونقوم بتجزئتها حتى نستطيع حفظها كاملة إن شاء الله تعالى إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكراً لكم على طيب الاستماع والمشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد من أحمد الناصر ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته